بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري لجميع طلبتنا العزاء الذين يبعثون برسائل حول أني ربما لا أفهم ما أقرأ أو أني لا أحفظ ما أقرأ وأسمع ولا يكون لدي تكون لدي فطنة وذكى في فهم ما أقرأ وأسمع ماذا أفعل رجاء استمع رجاء استمعي وعملي بهذا العمل قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كتب سورة الفتح وشربها بماء زمزم كل شيء يسمعه يحفظه من كتب سورة الفتح تكتب سورة الفتح أولا على ورق بيضاء هس بقلم رصاص يعني تكتبها على ورق بيضاء غير مخططة ثم بعد ذلك تغسل هذه الورقة بماء زمزم هس يأتي فلان ويقول لا أملك ماء زمزم فبماء نظيف تكتبها بورقة بيضاء يأتي فلان ويقول هل أكتبها بي الزعفران لم يقول النبي صلى الله عليه وآله الكتابة بالزعفران وإنما لا يعني بنص العبارة لأقرأ لكم الرواية الأخرى من قبل النبي صلى الله عليه وآله يقول ومن كتب سورة الفتح في صحيفة يعني تكتبها في ورقة وتغسل هذه الصحيفة أي الورقة بماء زمزم وتشربه ماذا لا يسمع شيء يمر عليه إلا وعاه وحفظه أي شيء يمر عليك تسمعه لا تحفظه وتفهمه وهذا جيد جدا للطلب الأعزاء تكتب سورة الفتح بصفحة بيضاء بقلم رصاص وليس هذا معنى بأن تضعها في الماء مطولا إلى غير ذلك مجرد أنك تضعها في الماء لأقل من دقيقة يكفي بأن الكتابة لامست الماء ثم بعد ذلك تشرب هذا الماء الضامن من؟ النبي صلى الله عليه وآله بأنه لا تمر عليك عبارة من عبارات الدرس أو أنك تقرأ عبارة من عبارات الدرس إلا وحفظتها وفهمتها ليس فقط تحفظها وتفهمها أيضا هذا ما ورد في كتاب تفسير البرهان في الجزء السابع صفحة 227 وفي خدمتكم إن شاء الله برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام